أجرى وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المنقيمين بالخارج ناصر بوريطا اليوم برباط أجرى مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وبحث بوريطا والمسؤول الأممي خلال هذا اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق خاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويشارك تورك في خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمبادرة من رئاسة المغربية للمجلس وتروم خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تروم مناقشة التحديات الرئيسية ورهنى تلات تواجه المجتمع الدولي في مجالات نهض بحقوق الإنسان وحمايتها وبحث السبل الكفيلة بإصلاح المجلس الذي يعد هيئة مركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان شكرا